تعطل عدد كبير من أجهزة العد والفرز في التصويت الخاص لمجالس المحافظات يثير مخاوف التزوير في البصرة العودة إلى العد والفرز اليدوي في الانتخابات المحلية حفز الشك لدى المواطنين بوجود نية للتلاعب بأصوات الناخبين وتغيير نسب التصويت لصالح جهات سياسية معينة الأمر الذي قد يزعزع ثقة المواطنين ويوسع من دائرة المقاطعة للانتخابات هذا العطل رح يطيع المصلحة للأحزاب الفاسدة الأحزاب اللي كاذا السلطة أكيد ما دام هم فاسدين أكيد رح يصير تزويره ورح يصير تلاعب بالأوراق بسبب عطل الأجهزة لأن احنا من المقاطعين قتلك فهذا أكيد رح يصير لهم السلطة ولهم القانون ولهم كل شيء بالنسبة إلى صار العدو الفرز يدوي يصير به تلاعب مو مثل الكتروني يعني يصير نرجع للبداية من جديد شوان قبل نفس الشيء بالنسبة إلى الكتروني يصير شغلتها مضبوطة يعني مو مثل عدو فرز لا عدو فرز يصير به متلاعبات ولعل توقف بعض الأجهزة الخاصة بإثار التقارير الورقية للنتائج الأولية يضع مفوضية الانتخابات في موقف لا تحشد عليه رغم تصريحات المعنيين باستخدام أجهزة بمواصفات تقنية حديثة في عملية الاقتراع اليوم بعد ما ارتأت المفوضية بأن تلتج إلى التصويت الكترون وهذا التصويت لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل التزوير تفاجأنا في التصويت الخاص بعطل هذه الأجهزة بعدم إصدار النتاج النهائية للمصويتين وهذا قد يثير الشكوك بصورة كبيرة جدا أنه أن تتدخل هذه الميليشيات وتتدخل هذه الأحزاب المهمين بأن تتلاعب فيها الأصوات الانتخابة من يضيء حق المواطن في مدية البصر وأجرت مفوضية الانتخابات أربع محاكاتنا لتجربة أجهزتها قبل موعد الاقتراع لكنها وفي التصويت الخاصة وقعت بخطأ إظهار النتائج إلكترونينا لتلجأ من جديد إلى عملية العد والفرز اليدوي أثر لبا ديوان نيوز البصرة